أعرف أن الخلع هذا هو كما أن المشرع الجزائري والقانون الأسرة في الجزائر يعني الخلع هو عبارة عن فك رابطة زوجية كما تنفكر رابطة زوجية عن طريق طلاق بإرادة الزوج أو عن طريق الإرادتين الإرادة الزوج والزوجة بالتراضي كذلك خوى للمشرع الجزائري للمرأة أنها تقوم بالخلع بمقابل عوض أو بمقابل مالي تعطيه للزوجة مقابل أن تخلع وتفك الرابطة الزوجية بالفعل الإحصائيات والأرقام رهي مرتفعة ولكن ما ننظره دائما إلى الجانب السلبي دائما ننظره كذلك إلى أن هناك عوامل أو أسباب هو حل من الحلول يعطيها المشرع الجزائري للزوجة لأن دائما نعرف أن العصمة الزوجية بيد الرجل عندما تأرى الرجل أن يفك الرابطة الزوجية يقوم بالطلاق ولكن ما هو العوض الذي يعطيه للزوجة حتى تتمكن كذلك من فكهة الرابطة الزوجية لأنه بين قوسين هناك في الكثير من الحالات الكثير من الزوجات ربما يكونوا في البيت أهل تالحة لمدة طاويلة وربما زوجها ما ينفقش عليها المدة طاويلة وما يحبش يطلقها تقولوا طلقني ما يطلقني يبقى لها أن الحل الوحيد هو أن تلجأ للقضاء وتقوم برفع قضية للخلع وهو فك الرابطة الزوجية ترجمة نانسي قنقر